تفقد وزير الداخلية لواروكم إبراهيم حيدان سير العمل في ميناء الوديع البري بمحافظة حضر موت واستمع من مدير الميناء عمر الصيعري لشرح حول سير الخدمات المقدمة للمسافرين والتجهيزات في أعمال التوسع بتمويل من البرامج السعودي لتنمية وعمار اليمن كما اطلع وزير الداخلية من مدير الجوازات بالميناء العقيدة عبدالله الكثير لشرح عن القدر الاستيعابية اليومية للمسافرين والواصلين عبر الميناء واجراءات العمل في منظومة الرقابة الحدودية موجها خلال زيارته بمنع تحصيل أي رسوم غير قانونية من المسافرين واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين مشيدا من جهود الأشقائي بالمملكة العربية السعودية ودعمهم السخيف في دعم خطة التطوير بالميناء واشرف وزير الداخلية على إجراءات تنفيذ خطة التدوير الوظيفي في إدارة الجوازات تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وترأس الوزير اجتماعا ضم موثل الجهات ذات الاختصاص الأمنية والمدنية العاملة بالميناء أشهد فيه بالجهود المبذولة في ميناء الوديعة في تقديم الخدمات للمواطنين واقدا همية التنسيق المشترك لكل الإدارات العاملة والعمل بروح الفريق الواحد لضمان لتسهين إجراءات المواطنين والزوار وإظهاره بالمظهر الحضري كونه واجهة البلاد موسيقى